شكرا للمشاهدة نتكلم عن الإلكترونات الإلكترون يحمل شحنة كهربائية سالبة ووزنه يعادل تقريبا 1 على 1840 من وزن البروتون وطبعا الإلكترونات تدور على مدار خاص بنظام خاص حول نواة الذرة العنصر وحول النواة يوجد عدد من الشحنات الموجبة وهي البروتونات كلنا نعرف أنه مساوي لعدد الشحنات السالبة وهي الإلكترونات حيث طبعا تتعادل شحنة النواة وتكون الذرة متعادلة كهربائيا ومثالا لذلك أن ذرة النيتروجين تحمل سبع شحنات موجبة بروتونات يدور حولها سبع شحنات سالبة الإلكترونات وأيضا ذرة الإلكتروجين تحمل ثمان شحنات موجبة بروتونات تدور حولها ثمان ألكترونات شحنات سالبة وأيضا ذرات الكاربون تحمل ستة أبروتونات شحنات موجبة ويدور حولها ستة ألكترونات شحنات سالبة أتمنى في هذا المثال أنكم فهمتوا ألكترونات والبروتونات في هذه الثلاث العناصر لأنها هي العناصر الأساسية إلى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خالد بنسد حليبي إن شاء الله نشوفكم في درس غصير آخر